بسم الله الرحمن الرحيم الحلقة الثالثة في الجاستوسكايسيز وقفت عند البراجراف اللي انتم شايفينه ده هو انا بقول ايه خلصت البراجراف الاولاني خلصت البراجراف التاني امتى ما تقفلش وقلت لك علامات الكمبارتمنت سندروم ولازم يبقى عندك وعلمت لك بالصفر تعالى بقى للبراجراف التالت من الحاجات اللي تساعدك ان الكمبارتمنت يقل انك تعمل دايلاتيشن وإرجيشن للريكتم والإنس شوف الجملة دي بقى ممكن ما تقرهاش في حيثة كتير جدا ليه يا اخواننا الكلام ده to decompress decompress يعني ايه تفضي ساعاتي بلعائق كل عمال يتحوش في السجمويد انت لما تسيب له السكة مفتوحة زي قصة كده الاليوسيكلفالب دي حتة مقفولة زي قصة البيلوراس دي حتة مقفولة هنا قصة الاين الكنالتون والريكتم انت وسعتهم من غير ازايا من غير فشر من غير ايه حاجة وعادي جدا بالترمومتر عادي جدا بغطط ترمومتر بلاستيك عادي جدا بأسطرة مثلا اتناشر الى اربعتاشر وعادي ممكن بالليتل فينجر لو بتاعك صغير اما لو كبير لو سمحت ما تحطوش بقى في الاخر انت بتعمل بعدها بقى تدخل قصطرة ويفضل تكون سيليكون تكون رابر رابر او تروح حقن منها بقى باشا وتحقن منها انت مش عايز هايبوثيرميا زي ما انت مش عايز اسيدوزيز ما انتش عايز هايبوثيرميا فطبعا ده ليثل ليثل ايه فاكت انك تدخل او كولد صلاين حتى اللي عنده ده مقصة ميت ميلي او يعني مية وخمسين ميلي على حسب الوزن ففي الاخر انت لما بتدخله حاجة كله بيشفط الحرارة دي الحرارة دي كلها بسبب كولد صلاين بتروح بتنشع فتلاقي الطفل دخل في هايبوثيرميا طب ليه حبيب ما انت كنت تحقن ورمس اللين وحتى في العماد تكسل بورمس اللين لانك لما بقى عملت خليت الميكونيام الفيسد خفيف وعرف تتعصر وهكذا التكة الاولى دي التكة الاولى تعال بقى التكة التانية وهي ان انت فتحت كرينيال وكودة الاكستانشن الكرينيال ممكن يوصل لزيف استرنم على فكرة بالمناسبة والكودة الممكن يوصل لبداية حدود البلادر المهم ما تعورش بلادر وله ماكتوف الكوتو باتباش غشيم سليكها الاول قبل ما تفتح اللين يا قلبة وبعدين ادخل بقى بالسبعين اندكس واندكس او اندكس وثم اندكس وثم يعني ايه تدي فورس شوية الثم يدي فورس شوية والاندكس يخش بالنحية والثم يخش بالنحية ويعمل ستريتشنج للابدومين الولمس انا عايزة ستريتش المسل فايبرز ده بيخليها كده مرهرطة شوية كأنه واحد خاس فده بيخلي الابدومينال كافيتي فوليوم اعلى والفوليوم لما يزيد انت عارف الفيز يا رجل قديم البرشور هيقل فالستريتشنج وتدخل طبعا عايزة اقولك بقى حتة خبرة بتدخل باتنين اندكس افضل حلو؟ وساعدت تخش بالاندكس والميدل لان فاتحة تبقى صغيرة قوي وتعمل ستريتشنج كده وانت بتلف ايه المعصم بتعمل ستريتشنج وبعدين زهقت روح تدخل عالجنب الشمال مثلا الليفت فلانك ودخل طو اندكس ويعمل ستريتش وعينخش على مين قسمها بقى جغرافية بتعمل ستريتشنج وعينخش عد البلدر واعمل ستريتشنج وعينخش عد زيف السنم واعمل ستريتشنج قسمها سيجمينس عشان ترتاح ساعات تخش بالاندكس والميدل فوق عند الرايت هايبو كوندرم وتقعد تشدهم كده مش لازم افرقهم عن بعض لا اشدهم بس اشدهم ناحيتي بحركة المعصم دي ده بيعمل ستريتشنج للمسل ناحية الجرح وكذلك في الليفت ايه في الليفت هايبو كوندرم وكذلك في رايت اليك وليفت اليك مهمة سجمينتها كلها عشان تعرف تستريتش كل المسل على كل القطاعات كأنك بتعمل الريليس بتاع الايه بس على مستوى بلانت شوية مش على مستوى شوية يبقى في اخر في ذايل الكلام على بيقول لك زي ما قال لك زي تقفل زي ما قال لك امتى متقفلش وراح اقيل لك في اولها كده بيقول لك متقفلش عشان هيقل وعدين لو حطيته في الحضانة او لقيت الدنيا فيها وحشة في الفلورلين بقديمة مش عارف العيان عنده ايه علامات كتيرة جدا 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 لقيت مقفولة لقيت مش عارف ايه في على المصدر لقيت تتوكل على الله ويفتح ايه واخر تاكة خالص يقولها لك لو سمحت بعد اذنك سهل على نفسك المأمورية وخلي عندك تااما في فتح كل اللي انت قفلته سواء فاشة وسكين سواء سكين بس عشان تخلي الدنيا تريليس وحطها في سايلوباك وخليك وغير رأيك مش عايب انك تغير رأيك طالما العين هاي اخر حاجة خالص تاكات انك تقلل تاكات انك تقلل تاكات انك تقلل من جوه قولنا التكنيس ساعته ندخل بقى على ودعيلي تعال بقى على انفنت هيكونتينيو على اي في سيديشن دي مهم يا جماعة دي نقطة مهمة اي في سيديشن ما يقعدش يفايت ما يقعدش يتخانق على لازلت سيديت هو ناقص يعني الدايفرام رايح جاي يعني لقدمنا ليه كده يا حبيبي تعاس راح الدنيا كلها كل فيهم بيزيد طيب يعني اكتر انت خلاص قررت ان عندما ينفعش تقفل او الباول شكله من الاول كتير 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 ما ينفعش وسطمك طلع خلاص هتروح حاطة يعني فيها ايه يعني فيها يخلي يوني فوق الكيس لما يكون طلع من وطط كده مش حاجة كويسة انت مخليه كله زي العمود يعني متعمر بسبرينج دي مخليها ايه يونيفورب كله على بعضه زي العمود عمود الخرصانة كده نازل خلاص بس انا محتاج ان انا كل شوية اروح منزل او ان انا اخيط او ان انا اتني الكيس من فوق اللي تحت عشان هدخل كل يوم نصو سنتي الى سنتي بالامعاء طب ازاي هفايت ما لازم سيديش ما لازم الابدوم لنقول المسل تريح ما لازم هو يكون ما بيحركش الديفرام كتير لازم يكون سيديتت ماشى ممسا على الحتة دي عشان ما اغطيها على الكلام بس فور سبرينج لودد ري بليسمت او بليسمت لازم يتخندق يتخندق مش تحت الجلد ما تغلطش الغلطة دي انت اصلا ما بتشوفش في بلادك المتخلفة اصلا السبرينج لودد سايلو ممكن تشتعه فيك من برا بس هو غالي جدا لازم يكون متعرفة في مستشفيات دي اللي تقادب يعني المهم السبرينج ده تروح انت مطبقه شوية ومدككه من تحت الفش مش مدككه من تحت الجلد مش مدككه من تحت الجلد لازم من تحت انت هدفك انك في الاخر تدخل انتس من تحت الجلد انت هدفك تدخل انتس تحت الفش فلو سمحت لازم يتدكك كلمة دي لازم يتدكك و تسعين درجة ايه بدي اكتب عليها رقم ايه رقم تو او رقم بيه The silo is incrementally tightened انت طبعا بتخيطه As the bowel fills back into the abdomen يعني ايه tightened يعني تبتدي تدكك من فوق لتحت فيه طرق كتير بقى فيه اغبة طريقة انك تاخد silk suture continuous انت بتخرم السايلو اصلا دي طريقة متخلفة فيه طريقة تانية انك تتني نفس التاع نفسها فتبتدت ايه تضغط على الحاجة فيه طريقة تالتة انك تحط تانج دي بيسوس وتضغط عليه لانه هو مش سبرينج لودت في كل حتة يعني ليه مستمعين بس يقوموا كعمود كده فتده تضغط واحدة واحدة ففي الاخر انت بتايتن هو انت هدفك كده و الا لو انت سيبته بالسايلو مش هيعيش شهرين ثلاثة هتلاقي مات بسبب السابسس فانت ليك تايم فريم من اسبوع الى اسبوعين تكون مدخل فيه كل حاجة يفضل خمس ايام تكون مدخل الانتستن و مع السيديشن طبعا من الغباء طبعا انك تضغط جامد مش جنتلي فيبوز بقى وتبتدي الخيوط تفوك بقى ويبتدي الانتستن طبعا دي اكستريم امرجنس الانتستن زنقت ما بين السايلو وما بين الفاشة يبقى كده خلاص دخلنا في اسكيميا وهنخش في نكروزيز ونخش في برفوريشن ونخش في سيبسيز خلصنا رقم اتنين احنا بنتكلم في الستيج انا قلت لك في الالجوريثم في حاجتين وانستيج او استيج تعال بقى الرقم ثلاثة كير انك انشور اديكوت بروفوشن ثرو اوت انت متضغطش وفي الاخر تحول لازم يبقى يسفلون البول قدامك تحت السايلو ما يزيدش عن كده ما يبقاش ما يبقاش ده معناه انك انت عمال تحزق على جامك وتضغط بغيت اعلى لا يا عم خلي الخمس تيام تمن تيام خليهم عشر تيام بس في الاخر تنزل واحدة واحدة هو بيجروه طبعا مش رافد لي ولا حاجة في السبعة اتمن تيام ده هيجروه شوية بسيطة بس انت بتساعد بالسيديشن وبتساعد بالسيديشن اللي عملته في الاول وبتساعد بان انت عملت بتاعفها بيعدي الميكونيا وبتساعد بحاجات كتير رقم سي مش هحسبها سي خلاص لان دي مش قوي يعني انت دي حاجة اساس بيزيك مش في الخطوات تعال بقى الرقم اربعة المنظر بتاع ان انا ايه سقطت خلاص على جوه مبقاش فاضل من الامعاء اللي فوق في السايلو غير اتنين تلاتة سنتي ساعتها دخل وقف الاسكين يعني ما دي ايه الخطوة اللي بعد كده احنا مش هدفنا السايلو يا جماع احنا هدفنا في السايلو الاخر ان احنا نعدي بالعيان لبر الامان ان كل الانتستين once the silo is completely completely reduced طب تعال لي بقى في الحتة الاخيرة prior to development of the performance spring loaded silo silastic sheeting was hand cut and soon to the facial edge under general anesthesia قبل ما تعمل القصة دي اه عايز تمنع الغرز دي مش محتاجة نوع فانحطها حديث طبا اسوأ اسوأ نوع من الغرز فحط غرز كويسة ايه الفكريل يعني هيدوب في 8 اسابيع ايه هي يعني بس انضف ويبوكوتد وكلام من ده لكن ما تحط ليش مثلا غرز تبقى ارخص نوعه لا انت عايز غرز تمنع ان هو يقب من الفاشل وده بيبقى اكتر مع الوايد مش النارو طيب كما كده خلصنا رقم اتنين رجاح معاكم سريعا الانفانت كونتينيوز على سيديشن رقم اتنين بندكك رقم ثلاثة لازم عينك على الامعاء رقم اربعة عملت وشضغ صنطي اتنين صنطي بقى تعمل وده تعتمد خبط الجراح طبعا مفيش هنا او كريتيريا كم صنطي رزبط ايسا خلاص هي وصلت لقرب مستوى واخيرا ممكن تحل بعض المشاكل زي انك انت تعمل ايه تعمل الحلقة الجاية ان شاء الله هنتكلم على حاجة اسمها سوتشارلس كلوجر هذا و الى لقاء اخر ان شاء الله